كيف تتقايا مع الإكسPERIENCE في الكلوب؟ الإكسPERIENCE في الكلوب من اللي صحيحة لديسمبر كانت بها ومن بعد كي تطاح المستوى متاعي تحمل مسؤولي دي كيمالي كيبالكولم كيمالي كيبالكولم ما هو مربوط ببعض نجامش أنا نجي نقولك أسماء طاح مستوى ونخرج راحي ضحية ننطيح ننطيح نطيح ذاك ونطيح ذاك نطيح لي كيبالكولم فهمت دونك أنتج عنو والريزولتا هوت خائبة والأمور معا شماشة وزيد اوتوماتيكما خلان جامعية تخسر أول رفليكس مش تسبب الجول والديفنسر أول رفليكس فهمت حتى تقدم في عشر بنت لا لا مش كيف حتى الديفنسر تسبب ما قول بنت واللي قبلت وتي في الشبكة مش يتعاود ومش يتحلل ومش يأسوا عليك وخضر في الصعات في نفس الفازة تصير وماتش وانت يربح وتضرب على البار وتخرج تتنسي فهمت أول عباد تتلاهم في الاخسارة هي الديفنسر والحارس فهمت فهمت هذا حاجة من الحاجات اللي جبدت العينين فهمت لسابات قلقوك ايه قلقونا لسابات هذا حاجة من الحاجات اخترع منها وبرشة جوارات تضربت وبرشة جوارات تقلقت اني واحد من الناس تقلقت اقتضرب في الاسكيو وتضربت يجي شهر ولي شهر ونص فهمت مش تعاود ترجع لنا ساق المباريات وكل مش سهل فهمت رجعت وقتها العطمش كوب في قربة ومبعد ماشر المستير وعطمش لتوالفيرات الشمبيونهات اخر ماشر في الشمبيونهات بيه برشة الناس ما سمعوش انك فسخت عقدك كان عطا دالنير موم شنو اللي صار اللي صار كونه كي خرجتاني من الكليب ما حبيش تكلم ما حبيش نفسر على خطر زيت وحبيت نخرج في في صمت وكي ما جيت بحتي رام لم نحبش نعمل للم وقت ال sends خطر العبيد مفي بلهش وعلي خاطرنا بديمش في الشيء اقولوا لي وينك شبك مكش تكور ولا اخي وينك اخفل الاسبور ولا ديراني فصخت اخي مشيت وضحت وابطت للانستغرام وبيان سور خطر لازم نشكر العباد لي مدتلي الفرصة باش نلعف النيدي الافريقي وحسن للشرف والجمهور اللي في وقت من الأوقات معناها كيما سربني وكل شي في وقت من الأوقات شجعني ودز معايا وكل شي لازم عبد يرابي ولازم عبد يخرج معناها شايفك المدرب جديد بيتوني شايفني المدرب بيتوني شايفني المدرب اي وقت احنا رجعنا في 15 جويلية قعدتيني مع اليدارة قلت للمرة وحس اللي معناها ما عادش قعد مانيش بش نعاون ولا معادش عندي معناها بالخطر عمنا والمانيك تشوف معناها اللي رجل تاسف ابا وكثر الكلم معناها وفما ما تشويت ساعات عتمقتك ملعبش نتسب وكل قلت قد عليش نحبش ان انا قد عبيت كسر لهم فكرة ايامهم ولا حتى ولو اني عندي ثقة في روحي ولا نعرف روحي مش قد نبرر لكل واحد وكل فهمتك وجدتني فرصة زادة بش نمشي للسعودية حكيت مع اليدارة قلت لهم مقتى 15 جويلة قلت لهم مش قولكم هكا وهاكا وقالوا لي لي روحشنا بيك وكل قلت له موكي نكملوا من العام نتوكل على ربي وخلصت في فلوسي متاعها من يقول معنى هذي مهمة جدا عليش خطر العبيت فما عبيت حكيت ولا بوجيت ولا قالوا غربلة وقالوا ايكرتي وقالوا معنى اليدارة بالعكس من فما ليستا غالش متاع السامي بيش تخل عليهم من مدارة بوان فيهم برشة غالطين من بينهم حتى فشت العرفاء واللي يلعب معتهم كان ما تروح لحقيق خطر ديجال الابروف اللي داره ما خطر هما شنو اللي بش يكملوا سكروا معهم الحساب ولي بش يخرجوا وكل بش يخليهم معلجنب بعد يتفهموا معهم هم المياه باليالقاء وحل يعني اخذت فلوس على دير مليم وطراب ينتران على روحي معنى فهمت بعد شما ساكت بشنا البربارسيان وفيت بارقة انترطان بدأت لكلو بتعمل في انتي دبيت وفي الكوريتمونيات وكل شيء قعدت مع اخر نهار في استاج مع الكوتش بيتوني قعدت معا في واحدنا في الساب دورينيو كو حكي معايا قلي روك تشوف معناها قلي رو جددنا برشة من الفريق وجبنا عملنا نفس جديد ووسنا فمارك انتي دبيت وكل قلي رو منيش بش نعمل عليك من لول معناها مكش بش بش تكون تيتولير عندش كتابل ولا كي ما في استاتيولي جيت فيها عمناه ولكل شيء قلي نخلي لك الخيار وانا زيد نرالي زيد بش تقعد ولا ماكش في عمر متعبش تستنى فرصة ولا حاجة قطلو صحيح فهمت اني وياه قطلو ملا انا تفسر الادارة وقلوهم واني معندي مش مشكلة فهمت جوست اللي قلقني شوية خطريني حكي انتم فيهم الموضوع وخمستاشة جويلي فهمت ديجا خسرت برشة وقت باركش هو حبي يشوفك معناها تكنيك ما وباركش تبدلو حاجات في امورة انتدابات على ذاك تبدلت ماوش حكيه تريكوليت ماوش حكيه تسمحني رندما ولا حكيه تخطريني كيف كيف ستاش كامل في تبرقنا العبر يرجوش فهمت فهمت وقت مزال مجيش ويلز ومزال مجيش سهيلي حابلوني رباب وقدم الطاوس خرج خرج والحاملوني مضروب فهم مكانين تتعط ديجا عديت كلها عديت اني معسكر كامل يرجوش اه معناها مبار شيفك بوستمتاع ماشير نيوم ويستعود ديجا كيه يعرف راو تفرج على ماوشوات عمناهول وكله وانا يعرف ديجا شوريت ويكتب اما مش كما يشو يتفرج في الطرف زراف الوياحد كما يشوف قدامي ايا ايا ما هو يعرف خاتريني قتلوا راو قتلوا ماناها اقراو كيبشتويتماتش ولا حاجة وكل ماوش واجب عليها وكله ونجمش تعمل عليها عام كامل وانا يغتركوا لكل عبدو ولكاليكاليتين قتلوا مانا جمشن كونغات بوك كهو وانترطان جاي ويلز وقتها معانا يتستي وكلشي عدا ما تشباهي وكلشي بوك حكيت مع المدرب حكينا مع الادارة وكلشي من الول صارت شوية ماكتعرف كيما ايا مااناها وطبيع يعني عندي عقد يمشي وكي نلقاو حل كذي فهمت في الاخر كنت نحكي ديما مع مسؤول معين ديما نحكي معه وكلشي بعد الدخل سيموصفى نابوليتا اعطيه الصحة ونشكره بالمناسبة قعدنا مع اسي هيكل دخيل من باي في درجين تحلت المشكلة الكل وخرجت الحقيقة الاخر لحظة كيسوهم الجواريت كيسوهم الادارة كيسوهم اللي يخدموا في البارك وكل بالبوس وبالتعنيق والطول الحقيقة نحكي معهم وكل تعلقت بيهم مع الاخر وعيشنا ماهو ساعات شنو كيمة الفرحة وكل بيهو ساعات كلي مموص صعب كنكونوا مع بعضنا وكل زادة نقربوا معناها معزة نحميوا بعضنا وكل فهمت لحقيقة متعربي خرجت بالبوس وبالتعنيق مش بالمعرك وبالمشاكل خرجت لحقيقة زادة نزلت خذت ثلاثة شهريات من العام السنة وخليت البقية قلت لهم اللي نحب مشاكل نشكي لحد شيء معناها فهمتك تعرف نجل نقود الترينة في الاسبور والروح ومبعد ومبعد شهريات وكما خلصتش نشكي على روحي وناخذ فلوسي حتى بعد ثلاثة سنة قلت لهم مرة ومعني ساعد وزيد معنا ليش مش شكل زايدة معناها خذيت ثلاثة رواد وصححت لي خالص على دير ملي ومشيت الناس كل فرحان كتبت خيارة نسكت رغم عديد المغالطات احتراما للنادي وجماهير واخوات اللاعبين شو ما المغالطات اللي تقارب حقك مغالطات كما اللي كنت نحكي لك فيها معناها متع ستيل خطر شنوه موزيد عبد ساعد كي تخرج معناها تقوش عليك مطرد ولا خرجت متع معناها قعدت دي جامعة الإدارة وتوحكينا وتفاهمنا والمدرب اللي بزادة حكيت معه والفاصل اللي خرجت متع معاش حاش نبيه متع ايكرتين متع مطرد كانت مفاهمة من الشيرتين وحكيت مع المدرب وحكيت معناها مع الإدارة من نهار 15 جويلة قبل ما تبدأ البرباريسيون فهمت خاطر كي ما قلت لك صرتو معناها عباد معناها محليهم وفي الشارع يأتيوك قيمتك وقدرك وجمعية معناها كليت فيها الماء والملح فهم مش عليش مش عبد لا يقوم يفسر لا يقوم يبرر لا يعمل المشاكل قررت نغادر بصمت خاطراني كنت حتى البوست في الانستغرام مش نحطه بش نكتبه الجمهور الاندي الافريقي والإدارة لكن قلت اللي هي انتهت التجربة وحددت وكل خاطر العبد مفي بالهمش برشا كلين بيهي قالت قال على المدرب الجديد انت على كل يوم الفرنساوي بيتونيه لكن انت عاشرت وعشت معا قرب ودربت عنده كيف تشوف المدرب هذا؟ مدرب محترف برشا لحقيقة وكيما قلت الكديمة ما نحبش نحط رعي في وضعي متعبش نقيم ودرب لكن اللي شفته بعيني اللي هو إنسان يفرض الاحترام اللي هو معناها فما كلكو ديتايب مهمين جدا ما نجمش نحكي مهم خاطر كويزين انتير لكن إنسان بريموه يفرض الاحترام ويخلي حتى ديتايب سيب ومعناها فما حتى دي ديتايب سيطة معناها كيفاش نهيش في الفستيير في القانون لكل شي وعمل القانون داخلي النادي اللي خاص به اللي بتي ديتايب سيطة حاجات حتى بسيطة ديسبلين متع انظافة قلت لك ما خلي حتى ديتايب إنسان اللي بريفكسيونيست وكان يقرح سيب كل شي واني ملي قعدت معها في تبرق وحكي معي بصراحة كيك عرفت وقلت إنسان ما عندوش تلعيب ويلي كوريك حاشت بيك حاشت بيك ما حاشت بيك ولا يقول لك ويخم ويقرح سيب كل شي كي معني في الكامتة يقليك اجيت صغير معناها نقول لك انسان يخمم في كل شي محترف ديجا تشوف حتى ملي يشانج موم وكيف يتصرف يبدأ ربح اخر بوع ساعة عرب عدراج يحاول يمس الناس كل يعطي تنتجول الناس كل يخلي الناس كل مركزة ونس كل فيقة يبدل قدش ممرة يباش الناس كل تبدأ حاضرة يعني نتصور بش يعمل حاجة كبيرة نعم 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 نعم